يلا مع بعض. يلا جزئية الاولى عندي. جزئية الاولى عندي. تمام يا شباب كده? ها. مديني هنا اول صورة كلمة هكاملها بايه هنا يا جودي. جودي معوض. جودي. آي اي اي اي. ايش كنتوب اجيبني كتاب من الشنطة. تمام. يبقى رنجس I وفش I vegetables G July U thank you باي الصورة ديت اقدر اقول عليها بوي ولا باي الصورة دي باي 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 يبقى ماس عندي اليو باي يشتري نايز عندي اليو تمام الصورة التانية play نقصة A milk I August U نروح نشوف سؤال الماتش اللي بيعتمد عندي على جزئيات الجرامر كريم I am from China معنى كده ان انا بقول اي من دول I'm Chinese I am Chinese جنبي نمبر وان هكتب بي جنبي نمبر وان هكتب بي نمبر تو جودي ايمن how long is it how long is it it's one thousand meters long it's one thousand meters long يبقى لما اسأل بهاو long اجاوب بlong نمبر سري محمد مصطفى when is your birthday when is your birthday D الاجابة D الاجابة D it's on January 19th on وقققنا هنا طبعا بشاور على اليوم يوم 19 يناير يبقى it's on number four ما اسأل ب what did يا ردينا what did number four number four what did ايه what did ها D D ولا سي ولا بي ها ها F what did you do what did you do تكوين السؤال في الماضي البسيط وانا what did فاعل مصدر يبقى what did you do يستردي تمام تاني سؤال الماتش عشان الناس اللي سا بتدخل لما اقول I am from China معنى كده I am Chinese الاجابة بي how long is it بجابة اقول it's one thousand meters long when is your birthday بجابة اقول it's on January 19th لما اسأل what did بكمل تكوين السؤال هنا what did you do يستردي ايوة ها كان ها الكتاب اللي انا كنت بعته ده كتاب البهر اه ايوة هنروح للسؤال الثالث السؤال على الجزئية بتاع المراجعة number one يلا يا عايزين احمد وائل number one بحادثك يا سي ها what did you do yesterday جميل لما اسأل what did you do يبقى انا يلزمني هنا كلمة بتدل على الماضي اللي هي yesterday لوجود did استخدمت yesterday number two يلا يا احمد عوف احمد how long the bridge البرج ده مفرد ولا جامع احمد احمد ماشي ماشي يحمد طالعوا دخل طيب عايزين عمر محمود اف از طبعا يا عمر لان كلمة bridge مفرد يبقى بسأل is how long is the bridge number three number three يلا يلا يا جودي ايمن i am from america i am american american number four يضاي اي شبنج يستردي جوه هتندار 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 يضاي يستردي يستردي مبارح هقول go ولا goes ولا went went مش قلنا عندي يستردي بتدل عالماضي باباستخدم الفعل في الماضي الماضي من اسمه went i went shopping yesterday i went yesterday i went yesterday number five بقول she her grandma last friday last friday هجاو بايه يا رتال نعم يا شايف number five يا رتال she her grandma last friday visited 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 ال اي دي طبعا لوجود كلمة last friday يبقى she visited ده بالنسبة لشيت المراجعة اللي موجود عندنا من كتاب الباهر هنرجع نشوف الشيت بتاعنا ها تمام كده شايفين حاجة قدامنا اه تمام يلا نشوف مع بعض احمد يعوف الشبكة عندك ملها ازبط بقى مش هتطلع كل شوية يا احمد ازبط انت عندك كان عندي في جزئية المراجعة الاخيرة بعد ما اخدنا and و or عرفنا بنقول or في حالة الجملة المنفية لما بعطف اسمين على بعض او حكتين على بعض في حالة النفي زي ما بقول we don't play or run not or not or غير كده بستخدم and في الجملة المثبتة بعد كده راجعنا على verb to be اللي هو am و is و are تعالوا نشوف يلا الجملة اللي معنا سريعا في الجملة الاولى يا كريم بقول these her toys are number two عمر زوز three boats عمر are بسأل it a bird يا ضي it number four يلا يا جودي ايمن our school is جودي معوض it time it is number six retail بقول she is what these what these هسأل بيه هنا يا ردين ما حدرت كثير ها سير ايوه معاك يلا what زيز are are يا رودي لانه هن زيز are وزوز are زيز are وزوز are محمد مصطفى هي a shopkeeper he is he is he is احمد عف معنا احمد احمد يا احمد يعف زبط عندك طيب عايزين احمد وائل محددك يا سي you are you are number ten بقول there a rubber on the disk يلا يا ضي there is number eleven judy ayman we in grade three or we are number twelve judy معاوض بقول there some oranges are are ayman and amr clever boys استخدم اهنا يا رتال are are طالما عندي اكتر من اسمي باستخدم are بعد كده رحنا رجعنا was were باعتبرهم هم الماضي من am و is و are انت اقدر استخدم was بمعنى كان مع he و she و it و i واي اسم مفرد باستخدم were مع الجمع زي you were او we were او they were او اي اسم جمع were طيب امتا هقوله was were في حالة وجود كلمة بتدل على الماضي زي yesterday او last او ago الجملة الاولى يلا يا جودي ماقول my friends and i الفرينز و i معناها we الفرينز و i معناها we هقوله we happy او very happy و ايه جودي ايمن جودي ايمن where we were يبقى لما اقول هنا my friends and i where كنا number two جودي معوض تم was ده واحد بس يبقى was يلا يا ضي she a tiger she she was she was she was 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 number five يلا يا ريتال they was it was they were طبعا they were طبعا ماينفحش اقوله where انت هنا انا بقول was مبتلين او مبلولين number six heba and hola heba where at the park لكنه بيقولي last friday يا كريم where طبعا لوجود كلمة last number seven عمر i at the club yesterday عمر where هي i بتاخد where i was i was at the club yesterday number eight احمد وائل مجدا at whom with her family what was number nine number nine would it yesterday afternoon yesterday afternoon we said we were happy we said we were happy we said we were happy we we were happy we we were happy we were happy we were happy we weren't we weren't وصفة عكسها وصفة عكس الصفة الاولى يبقى happy عكس sad يبقى اذا مرة where ومرة weren't شوية التركيز في الجزء اللي جاي من الناس كلها من الناس كلها لاحظنا في اللي حلناه قبل ما نشوف الشيط جزئة وان هي موجودة عندي السناد كتير ومتكررة كتير في المنهج بتاعنا يبقى شوية التركيز كده عشان نفهم مع بعض يعني ايه مض بسيط لما اقول مض البسيط هو عبارة عن التصريف التاني للفعل او الشكل التاني للفعل زي ما اقول بلايد او فيزيتد او ووشت او ووتشت دي كلها ماضي طب لو قلت وينت او سو او بوت برضو ماضي بالنسبة للافعال الشازة تمام يبقى ازا ايه هو الماضي البسيط ان الماضي هو عبارة عن الفعل في الشكل التاني او التصريف التاني للفعل تصريف تاني زي ما قلت بلاي بلايد فيزيت فيزيتد جو وينت سي سو يبقى سو هنا ماضي وينت ماضي بلايد ماضي فيزيتد ماضي طيب بان فيه ازاي الفعل ده قلنا اي فعل ينتهي بالدي او ال اي دي اي فعل ينتهي بالدي او ال اي دي بنعوض عنه في النفي بديدنت اي فعل اخر دي او اي دي او فعل الشاز زي سو او توك او بوت بنفيه بوضع كلمة ديدنت قبل الفعل عشان اقوله يبقى لو قلت اي بلايد انا لعبت نفيها اي ديدنت بلاي هي ديدنت بلاي وي ديدنت بلاي يبقى نفي الماضي البسيط هو عبارة عن ديدنت زائد المصدر طيب وفي تكوين السؤال اللي بنسأل عن اي فعل اخر دي او اي دي بسأل عنه بديدد ثم الفاعل زي اي وهي وشي وات ثم المصدر يبقى طالما موجود عندي في الجملة ديدنت او ديدنت يجي لي مصدر موجود عندي في الجملة ديد برضو يجي لي بعدها الفعل في المصدر تمام يا شباب تمام ده بالنسبة لكل الافعال اللي عندي في الماضي البسيط تعالوا نشوف الاكسرسيز بتاعنا بيقول لي دي تو دا بارك يستر دي لوجود كلمة يستر دي يا كريم هاختار ايه من هنا؟ وينت وينت على طوقل يا سير ما احنا قايلين المصدر المصدر في حالة وجود ديد او ديدنت فيه في الجملة ديد او ديدنت لأ يبقى وينت يبقى دي وينت تو دا بارك يستر دي جو دي ايمن بقول سوها هير مروم لاست ايفنينج كليند كليند عشان كده بنقول لازم اقرأ جملة لاخيرها لازم اقرأ جملة قبل ما اختار لاخيرها مديني لاست يبقى كليند number three. يلا يا ضي. my father, me, his pain because I lost my mind. I lost my mind. ألمي ضاع. ولذلك أنا. جيف. بابا اداني. أعطاني ألمه لإني ضيعت ألمي. جيف. الماضي من جيف. number four. يلا يا أحمد. I didn't I didn't a letter to my friend yesterday. I didn't a letter to my friend yesterday. أيوة. روت. أنا كنت هقول روت عشان يستردي لو أنا ما عنديش did وdidn't. إنما أنا عندي didn't يا أحمد. ها? قولي له يا رودي. رودينا. didn't بعدها الفعل في الايه? المصدر. مصدر. يبقى الصحة ايه من دولة? آآ. ها? أصل الكلمة ايه? write. أصل الكلمة. write. يكتب. I didn't write. I didn't write. يا أحمد. أنا قلت write اللي هو المصدر لأنه عندي didn't هي. تمام? I didn't write. يا سيد أنا عندي يستردي. إن شاء الله يكون في عشرين يستردي. طالما عندي didn't أو did مصدر. didn't أو did مصدر. وأصل الكلمة اسمه write. جودي معوض. جودي معوض. number five. number five. قلنا he his teacher. tanked. tanked. وزودنا هنا ed عشان تبقى الجملة صح. tanked ed ed. هنزود هنا ed. زي ما قلنا. هير فادر. هير فادر. them to alex last week. لوجود last week. هاستخدم ايه جودي يا عيمن؟ درو. 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 الماضي من درو. درو. ننبر سيفن. يلا يا عمر. زي. the internet five years ago. lived. 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 لوجود ago. lived. pånestardley last ago. يبقى ماضي. و��ي ودد شي. ودد شي. كمّل يا جودي. جودي معوض. what did she buy buy بس طبعا ليه لان عندي ديدي بقى مصدر عندي ديدي بقى مصدر كريم we all the match last evening last evening watch it watch it طبعا بالإيدي لان عندي last آخر جملة يلا يا ريتال مونا هير مادا last friday هل بت هل بت هل بت او كاي بالإيدي هل بت بيقول لي هنا اكتب لي صيغة الفعل الصح صحح الكلمة يعني اللي ما بين الاقواص صحح الكلمة اللي الاقواص الجملة الاولى بقول اي ران هوم وز ماي فريند عايزنا استخدم الباست من الفعل اللي مكتوب ران الماضي منها يا حلوين ران ران نكتب يلا ر اي ان ر اي ان ران انا كنت حلا في الوجه بشكل لانا تمام تمام ران ر اي ان كلايم الماضي منها كلايم انزود اي دي انزود اي دي بيقول لي زي نوت بلاي نوت بلاي هنا في الباست يبع شكلها ايه دي دينت بلاي دينت بلاي الماضي من هافو هاز ماضي هافو هاز هاد هاد الماضي من استارت باستارت 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 باستار اي دي. هي تيك تشيلدن ازا بارك. الماضي من تيك. طوك. 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 تي او او كي. طوك. عايزنا اكون السؤال في الماضي. هبدأوا بكلمة ايه? ديد. 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 احمد ديرينك. 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 مش انا قلت ديد. مش انا قلت ديد في الاول. يبقى ديرينك زي ما هي. يبقى ديد احمد ديرينك زي ما هي. listen. I listen. الماضي من listen listened باضافة ال-ed. I listened باضافة ال-ed. تمام? تمام. بالنسبة لجزئية negative. يعني ايه negative? ها? يعني ايه negative? نافية. يعني بستخدم not. وقلنا نافية الفعل اللي في الماضي سواء كان بال-ed أو شاز. بنفيه بديد انتو المصدر. ديد انتو المصدر. نمبر ون. قال لي زي انجوي زي ترب. نفيها. ونزي ديد انت انجوي. جودي ايمن. ويت لانش. نفيها ايه هنا؟ نمبر سري. نمبر سري. زي سانج ابيوتفل سونج. سانج هنا الماضي من كلمة سينج. يبقى نفي الجملة هنا يا كريم. زي ديد انت سينج. برافو عليك. يبقى زي ديد انت سينج. برجع سانج الاصلاه اللي هو اس اي انجي. زي ديد انت سينج. نمبر فور. جودي معوض. هي ليفت هوم. ليفت هنا الماضي من فعل اسمه؟ ليف. ليف. يبقى هي ديد انت ليف. هي ديد انت ليف. اللي اي 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 اي. نمبر فايف. دينا فل. هربايك. فل هنا الماضي من فعل اسمه ايه يا رتال؟ فل فل الماضي من فعل اسمه. ف وال. ف وال. فال. ف وال. فال. فال باير. يبقى دينا ديد انت فال. cOufer baik تمام? ديد انت فال. زي. بي بي كرايد. يبقى هقول زي بي بي. ديد انت. كراي. سي ار واي. سي ار واي. الناس بتتابع وتشوف حالة صحة ولا لا. We arrived at school. يبقى قوله we didn't. ها? يلا. We didn't. We didn't. We didn't. Arrive. 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 We didn't arrive. هنشيلي الدي بس. هنشيلي الدي بس. لأن Arrive من الأفعال اللي آخرها إي. We didn't arrive. The teacher asked me a question. The teacher didn't ask. The teacher didn't ask. كل ما شوف الإيدي أشيلها وأعوض عنها بdidn't. يبقى didn't ask. I wanted to go. يلا يضاي. I want to go to bed early. يبقى قول I didn't. I didn't wanted to go. The one. اللي يحل ديت يبقى شاطر جدا. The one the last match. يلا كريم. 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 They didn't win the last match. برافو. يبقى one هنا الماضي. بنتها زي ما منتها كلمة one two three. One. One هنا الماضي من win. اللي هي دابلو اي ان. يبقى زي didn't win the last match. هروح بعد كده مديني جزئية تكوين لأسئلة. في حال التكوين السؤال في الماضي البسيط. يعني اي فعلي اخره دي او اي دي. او شاز. في التصريف الثاني. قلت بكوين عنه سؤال باستخدام did. ثم الفاعل ثم المصدر. did. فاعل. مصدر. فلما قلت he walked. سألنا وقلنا did he walked. وكملت الجملة عاد. we learned. عملتها اي يا جودي. ايمن. جودي. سيرين فاقولها انا. يلا. يفاولها يا سيد. did we learn a new role. تمام. يبقى did we learn. مفيش مشكلة لو حد عملها did you learn. مفيش مشكلة برضو. المهم ان انا قلت did وفاعل والمصدر. did we learn. او did you learn. نعم did you learn. تمام. did you learn. نعم did you learn. did you learn. او did we learn. مش هتفرق دلوقتي. المهم ان انا بقول did وفاعل ومصدر. number three. she did all the housework. did هنا. ما هيش did بتاع السؤال. did هنا فعلة اساسي بمعنى عملاء او عملت. لما حب اسأل عنها. هسأل بايه يا كريم. did she do. برافو عليك. يبقى أصلي did. أصلي did. do. أصلي did المصدر من did do. يبقى did she do. did she do all the housework. did she do. ما يدرو. يبقى هاسأل وقول ايهنا يا. ضاي. ضاي. ريتال. نعم يا سي. يا ريتال. عايز اعمل جملة سؤال على الجملة دي. may draw a nice picture. يبقى هاسأل وقول did. did my draw. درو. أصلها. d-r-a-w. d-r-a-w. قلنا الفعل هنا ماضي أجيب أصله. اللي هو ال-d-r-a-w. the sun shone. the sun shone at six o'clock. واللي الشمس عشرقت. ساعة ستة. يبقى هاسأل وقول did the sun shine. did the sun shine. tamer new. يبقى هاسأل وقول did tamer no. اللي هي k-n-o-w. k-n-o-w. i had. أصلها في السؤال. did you have. did you have. he came. أصلها في السؤال. did he come. did he come. c-o-m-e. c-o-m-e. a trend yesterday. هاسأل وقول ايه يا أحمد يعوف. c-o-m-e. did. it. did it rain. هنشيل الايدي. واعمل مقصي بتاعي. did it rain. هل الدنيا شاتت يستردي. did it rain yesterday. did it rain yesterday. bill invented the telephone. يبقى هاسأل وقول ايه هنا يا جودي ايمن. جودي ايمن. جودي ايمن. طيب جودي معوض. جودي ايمن. did bill invent. 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 هنشيل الايه. اليد. ونكتب مكانها ايه في الاول. did bill invent. did. يبقى did bill invent. هل بل اخترع لتليفون. وكوث جان مارك. الجديد بالنسبة للنهاردة او اخر جزئية عندنا. مديني الامبراتف. يعني امبراتف صغة الامر. او جملة الامر. لما اقول جملة امر يعني هي الجملة اللي بتبدأ بالمصدر فقط. بدون اي وهي وشي. بدون اي اضافات. زي ما اقول لك stand up. او sit down. listen. write. read. open. open your book. افتح. don't eat. لا تأكل. يبقى الامر عندي في امر مثبت اللي هو open مثلا. وفي الامر المنفي اللي دايما ببدأه بكلمة don't ثم المصدر. قولك don't eat. ما تاكلش. don't speak. ما تتكلمش. don't stand up. ما توقفش. don't go out. ما تخرجش. don't run. ما تجريش. يبقى عندي الامر شكل من اتنين. يا اما الفعل في المصدر فقط. وده في الامر المثبت. اعمل كزا. اعمل كزا. اعمل كزا. مثبت يعني ما فيهوش نوت. مثبت يعني ما فيهوش نوت. اعملي كزا. زي ما هو تقولك ايه. اه. زاكري. اكتبي. افتحي. خروجي. نامي. دي كلها اسمعها جملة امر. مثبت. تمام. اما الامر المان فيه. لما ما تقولك. don't play in the kitchen. ما تلعبش في المطبخ. don't hit your brother or sister. ما تضربش اخوكي او اختك. don't watch tv. ما تفرجش على التلفزيون. don't cry. ما تعيطيش. يبقى دايما الامر عند شكلين. يا مصدر. يا don't زيد المصدر. don't زيد المصدر. في حالة النهية. لما قولك ما تعملش كده. تعالوا نشوف الجمل اللي قدامنا. هقوله stand. ولا standing up please. لا اسمها stand up please. stand up. جملة امر. نوع ده بورد. المس او السربي يقولي في الفصل. look at the board. انظر. don't. اول ما اشوف don't مصدر. don't مصدر. don't مصدر. don't مصدر. يبقى don't ايه? don't come. to school late. ما تجيش المدرسة متأخر. don't in class. اسمها don't. class. don't. shout. 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 don't shout. don't shout. ما تصرقش في الفصل. ما تزعقش في الفصل. don't shout. don't shout. don't shout. out. ماما بتقولك الصبح all your sandwiches. all your sandwiches. eat. eat. تناول او كل. تناول او كل. to be early. go. go. ماها go. not believe football at home. don't. ماها don't. nine. speak loudly. don't. 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 number 10. don't. on the grass. walk. don't walk. don't walk. eleven. seven. no. the housework. with your mother. do. 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 تنساش. don't. don't. forget. لا تنسى. لا تنسى أن تصلي. رأي. نوأت كوائت لي. in the library. read. read. نوأت يور مادا. help. help. نوأت يورباد. make. make. make your bed. رتب سرينك. بعد كده بيرجعلي. على الايه والآن. بتحسنة أولى. ان ايه بستخدمها قبل. اي اسم بادئ بساكن. أما أن بستخدمها لأي اسم مفرد وبدأ بمتحرك إيه هي الحروف أو الأصوات المتحركة؟ هنه A, E, I, O, U فقدر أقوله إنما هنا هقوله an apple, an egg, an orange, an insect, an umbrella يبا كلمات اللي بتبدأ بمتحرك أستخدم عبلها آن للمفرد غير كده باستخدم A It's yellow bag. هستخدم ايه هنا؟ A, A yellow bag I have got a toy train A, A There is egg an egg, an egg I eat apple an this is green board a, a, a owl an owl elephant an there is insect an an it's green and yellow it's a green Amal has got a box a box it's orange an an it's red and orange it's a red it's a red يا سلمان عندي orange هيت ما ليش دعوة أنا ليك كلمة اللي جاية بعدها على طول اسمها it's a red it's a red إنما فوق قلنا it's an orange تمام؟ ده بالنسبة لإيه وآن؟ هكمل بقية اللي عليهم في الجزء ده برضو مراجعة على كل المراجعة اللي شفناها سواء كانت مراجعة كلمات أو مراجعة آآ جرامر تمام؟ يبقى إذا يعني سير بتجي إليفن وتويلف إليفن وتويلف معانا في الهومورك إليفن وتويلف معانا في الهومورك وده آخر هومورك في الشيت صح؟ سير أنا حلال تمام جميل جميل نركز شوية في الجمل اللي عندنا الجمل اللي قدامي شبيهة باللي احنا حلناها في أول الحصة شبيهة بيها تمام؟ تمام؟ تمام عايزة شوية تركيز بقية الجمل عاوزة تركيز تمام؟ لأن الجمل اللي جايبها لي هنا دي بتعتمد على المدارة البسيط والمدارة المستمر والماضي البسيط وأدوات الاستفهام والفعل المساعد اللي مسأل بيه وطريقة النافي وتكوين الأسئلة والإجابات يبقى لازم أراجع وأركز كويس يضاي في الجزئية دي تمام؟ مش عايزين نستعجل فيها مش عايزين نستعجل فيها إن شاء الله الحصة الجاية كل الناس هنقدر نجيب الكتاب الباهر عشان نبدأ فيه إن شاء الله الحصة الجاية بالنسبة لي اليونتس الجديدة حسنا؟ حسنا؟ حسنا 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 حسنا